تحقيقات 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 تحديث على استعدادات و تحذيرات و أنه كل شيء حاضر ولو يحكي و أنه تم حاجات نسبيا مش حاضرة لكن بش يتم تدركها في يعني مرور الوقت مع العودة للمدرسية سعادة اليوم باستقبال ضيفنا سي شعبان الرحمني كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بالقيروين. مرحبا بك في إذاعة الحاتفة. مرحبا. وشكرا لكم على هذه الاستضافة وفي هذا التوقيت بالذكر. رفقني في حلقة اليوم من زميلة آمنة بخيت في الأخراج التقنية محمود الترودي في الديجيتال. سيش عبار كنا نحكي هو ربما أنت تمثل الأساذة في اليوم. يعني تحذيرات. الأستاذ كيف يحذر روحه للعودة المدرسية. ثم تحذيرات نفسية مادية. كيف حذرت روحه كنت يتولى العودة المدرسية. إذا في شخصي يمكن أن نحضر للأخرين أكبر من نحضر لنفسي. نعيش كوليه كمربي نعيش ظروف العودة المدرسية. انطلاق المصغر وتحفير شراء الأدوات والمعدات إلى غير ذلك. وكيف كأستاذ الحق استعداد على الأقل دي من تابع أكثر ركزة لي هو إذا ثم تغيرات في البرامج أو حاجة كفاك. حد الآن معدناش حاجة في المدى متعيين. هذا مسؤوليك كوليه أيضا مسؤوليك كتب عام فرعا جيمعي كطرف اجتماعي شريك في الحوار والجلسات الحواري لتحذير للعودة المدرسية. وشوفنا بعض الجلسات اللي شاركتوا فيها. وبينها حتى ثم جلسات ربما خرجتوا بيان على أثرها بعد ما هكا قلتوا تعطل الحوار ومثلا مش أي تصور عند مدوبيت تربية اللي تجاوز الاشكاليات. كان تعطينا لمحة على أهم الاشكاليات اللي ربما تعترض العودة المدرسية في جهة القيروين. شكرا الأخ ناجح. في حقة الأمر هذا البيان اللي خرجناه الفرع الجامعي نهاري للتالي هو البيان ثاني لأن البيان اللي كان مشترك مع بقية قطعات التربية أو نقابات التربية الموجودة في القيروين القيمين والقيمين العامين الإداريين العملاء المحظرين إلى غير ذلك. وكان بتنسيق مع الاتحاد الجهوي لأنه شأن التربوي سيهم كل القطعات وصيرتوه في التعليم الثاني وكذلك اللي خيان التعليم الأساسي كانوا معنا خاصة في المؤسسة التربوية لتعليم الثانوي سواء الاعداديات أو معاها تعرف أنه العديد من الأطراف تتدخل صحيح تم جانب الأستاذي وموجودة بقية القطاعات ونتقاطعوا مع بعضنا والعمل هو متكامل ما بناتنا ما تنجمش تصير مؤسسة تربوية في صورة وجود خلل في أي قطاع أو إشكالية في أي قطاع. احنا كتعليم ثانوي نتابع في العديد من المشاكل سواء في علاقة بالبناء التحتية بالتجهيزات بالإطار التربوي بالفضاءات إلى غير ذلك بالصيانة بالبناءات الأحداثات هذا الكل نتابعوا فيه وفيه جلسات تقريبا لم تنقطع على قل خلال هذه الدورة دورة نيابية متاعنا في الفرع الفرع الجامعي وكذلك مع اللوخيان كنا زادا لقبل سبقونا نحييهم ونحيي كل ناقبيين وكذلك كل المدرسات والمدرسين وإن شاء الله تكون عودة يسيرة وإن شاء الله تكون فاها بقل إشكاليات رغم وجود الإشكاليات الحقيقية اللي نحن نلمسو فاها ونحاولو نجدوها حلول من الآن خذر احنا الجلسات هذه بدات من قطعتش هي سواء مع نقابة أسسية سواء مع الإدارة سواء الفرع الجامع مع نقابة أسسية مع الإدارة يعني قاعدين نتابعوا فاها إلى جانبك المتابعة اليومية اللي نعرفها والاتصال تقريب يكيد يكون يومي نحن نطلقنا في ديما كعادة ننطلقوا في دراسة الأهرامات وتثبيتها في المؤسسات وبعد تتناقش مع الوزارة سنة الحق تفاجأنا برشة إشكالية إشكالية هي تنطلق من التوفر فضاءات عدنا مؤسسات فيها صعوبات معظم مؤسسات فيها صعوبات يعني يحتوي على قاعة التدريس باي كانت حدثوا على قاعات التدريس المخابر فضاءات الرياضة المبيتات المطاعم حتى دورة المياه حتى المكاتب الزمناء للإداريين والقايمين إلى غير ذلك قاعات الرياضة يعني عدنا فيهم لكل تقريب مشكلة لكن ثم إشكالية يمكن أكثر تطرح بأكثر حدة أنه ثم مؤسسات غير مستعدة أصلا لاستقبال 2 نهار 15 سبتمبر طبعا نجيه ممكن بالاسم وحتى عنا الصورة وزميننا محمود ترودي في الديجيتال حكيوا ربما مثلت الهرم والعدد تلامدة في القسم يا شعبين وزارة التربية يقول لك ما وش بش يفوت عدد تلامدة في القسم 33 هل هذا ممكن في القيروات؟ احنا شفنا برشة إطارة التربية يحكيوا أنه قسم يوصل إلى 40 صحيح هذا أولا الكثافة يعني وزارة التربية تقريبا خاطر أنا إذا توصلت معه خيان في جهات أخرى يبدو أنه ثمه توصيات عامة أضغط على الكثافات نقص عدد الفصول بالتالي الكثافة مش ترتفعة في القسم يعني الكثافة باش ربما القيان يسمعوا فينا يفهموا عدد تلامدة في القسم هذا شو معناها الكثافة؟ الكثافة نحن ماذا بينا كإطار التربوي يتلامدة يدي ما يقرأوا بقل عدد باش يكونوا متفرهدين أكثر الكثافات توصل أنت في البكالوريا وعندي تقريب المعطيات كاملة على كل مؤسسة تربوية في القرآن أنه سمى كثافات توصل للستة وثلاثين وسبعة وثلاثين كثافة هذا في الانطلاق الأولى بعد ربما سمى نقل ضرورية باش مصاحبة الولي في العمل وإلى غير ذلك ونعرفها الأمور هذه أو تغيير مقر السكنة يعني مش ترتفع الكثافة تنجم تتجاوز في مؤسسات تذيك الأربعين تنجم وهذا احنا كنا رافضينه ولا سبيل إليه أنه نلقو حلول خاصة في المؤسسات وهذا يوجد ضغط في مستوى البناءات معنى لا تعدد الفصول والفضاءات الكافية ليس يحدث أنه تكثيف الكثير يعني ليس ترتفع الكثير الضغط زاد على مستوى المورد البشرين وعلى الأسادة وخاصة في أساتذة الإختصاص الضغط الضغط ربما نتحدث على نقص الإطار نقص الإطار نحن نتحدث على نقص الإطار نحن تقريب عام الأول وهذا يختلف بطبيعة من المؤسسة المؤسسة ويختلف من المعتمدية المعتمدية وعندما تعرف أن تزاد عدنا وصورته المؤسسات الموجودة في الأريف وهي أكثر معاناة ننطلق مرات باعدد قليل جداً من الأسادة المنتدبين والمترسمين والمتكونين والمخلين بعد تسدد بالنيابات الظرفية تقريباً كم نقص الإطار أولاً في حدود في السنة الفارثة في السنة الفارثة على الأقل في حدود مئة أساتذة والسنة؟ السنة؟ لا أعتقد أننا لم نتقدم برشة في الجلسات بعد أن نناقشوا البيراميد الأهرامات نتعدوا لتحديد الحاجية الإطار الإطار التربوي على الأقل ثم أماطى أول هو تقريباً على القلف العربية في القرون نقصين تقريباً 24 من أساتذة على القلف هذه فرنسية مازلنا ما زالت المثالات قد تكون مرتفعة أكثر في الرياضية سمحوا وحكينا في الكواليس كتلي تم نقص خاصة يوصل في الباكالوريا تلميذ باكالوريا في مادة مميزة في شعبه متاعه ويوصل معناها أكثر من ثلاثة شهور وما يقرهاش يعني ما يقرهاش وهذا عادنا مثال خاصة في مادة الاقتصاد وكذلك حتى في التصرف يعني شعبة ذيه ذي ما عادنا نقص في المواد هذوما مادة الاقتصاد ومادة التصرف أنه عادنا نقص كبير وحتى في البنك متاعه النواب ما عادناش تطرينا أنه نجيبوهم من من ولايات موجبر من بوزيد من سليانة جبناهم ويقدموا لهم الخيان في الجهات ما غير ما نسمي بالنبض قدموا لهم مساعدات حتى السكنة يعني تصلك انت في بوحجلة بوحجلة لا يقروا مادة التصرف إلى حد شهر جام في بوحجلة ما نعمل؟ يعني إشكالية حقيقية وبعد يسير كلك على نتيجة بوحجلة ما نعمل؟ وهذا جزء من ربما طبيعي أنت يأتيك تلميذ نحن كنا نبصها مع احترام من الزملين النواب وكذا لكنهم دجاء ضحايا في المسألة هذه وإن شاء الله تم تسويت وضعيتهم يعني وضعية على قاعدة صحيحة قوس وهم دجاء عاملين تحركات لأنك تلميذ ما يقرأ لكش والنايب ليس حتى كان من هارلو ليجيبوه لا يخلوه شهر ويفوتوه وفوتوه أكثر ولا غير ذلك ونايب لا يخلصوه وليس تنقلوه من بلاسة لبلاسة وليس يسر يعني رأي وضعية كاليفية تلميذ أنت ما يقرأ في ظروف سليمة عنده أستاذ أو معلم منتد ثم يقرأ الكبتداء السيك الكامل أو في جزء منه كبير ما يقرأ عنده أستاذ عنده خبرة وعنده تكوين ومتابعة لغير ذلك ليس وقدح في زملائي بالعكس ونحن نحترموهم بدون يكونوهم ويراقبوهم ويطوروهم ليس مسألة علمية مسألة أكثر منها بداغوجية يقرأ الكبتداء ويقرأ الكبتداء وبعد ذلك إلى الإعدادة وفي بعض المؤسسات تصيرتهم الإعدادة يقرأ 45% من الأساذة من النواة انتدابهم انتدابهم مكونهم وضعية هشة حتى طالب أنت تلميذ بشيق ثم وضعيات نحن قد نكون في الكلاج يعني في الإعدادة أمي بمفهوم الأمية التقليدية يجهل القراءة والكتاب تلميذ 7 أساسي 8 أساسي يجهل القراءة والكتاب هذا وهذا الأساف ربما مثل تقييم التعليم وجود التعليم والأصلاح التربوي خاصوله ومساحات أخرى من في البيانة بتاعكم حديث على المشاكل المتراكمة في الكثير من المؤسسات التربوية انهيار البنية التحتية تعطل مشاريع البناء والصيانة في أكثر من مؤسسة تربوية ربما المؤسسة الأبرز اللي حسب ما شفت الحديث علىها هي أعدادات ابن الشرف إلى جانب بعديد المؤسسات الأخرى شفنا معهد القيروان ربما تتأخر به العودة المدرسية مع قوس صغير حقيقة شفت الإدارة مسلحة البناءات مهابت تتصور مع بعض الصيانات المؤسسات التربوية دورات المياه هل هذك جزء صغير من الصيانة وإلا المشهد الأكبر أنه المؤسسات التربوية في القيروان في حاجة لأشغال وصيانة بشكل خير من اللي موجود في التصاور أخير ما تتصور قد تكون تقصدها متعلقة بإعدادات المنصورة لا 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 لأننا نحب نتحدثها بذلك لأن إعدادات المنصورة هذا المشروع الذي لا ينتهي وقد لا ينتهي سنين عنده لأنه هناك علاقة ببعض المكاتب الإداريين والقايمين حيث تحرمهم منهم كذلك وزملان الإداريين والقايمين ليست في ظروف ملائمة تكرم سيد المقاول وقدموا لهم اليوم أعطاهم البارح لا يزال التسليم لا يزال التسليم لا يزال التسليم لا يزال التسليم حيث يمشون للبروات التي يوجد فضاء لائق بهم ولا يزال يفرجون لك القاعات ذلك الذين يستحقون في الدرس أما الأشغال مع العلم هناك جزء ثم جزء آخر إن شاء الله ليس إن شاء الله إن شاء الله يسلم هنا في أقرب وقت أما الأشغال متأكد أنها مزلت متواصلة الآن مثال مثال مزمن سميتهم المرمى والأشغال المزمنة في إعدادية المنصورة وزملائنا بالحق قرم ضحاوا برشة ضحاوا برشة إعدادية ابن الشرف زد شهدت برشة أشغال وبناءات وكل مرة تسليح ابن الشرف صار فيها قصة أول وتبناء وتم تسليمه تقريبا عندنا عامين قاعدين نستغله فيه لكنه معظمه مخابر وفيه قاعة تساذة مرة قاعة تساذة نعم لها قاعة تساذة مرة تندورها تولي قاعة درس نحن والحاجة زد السناثة ما عندهم قاعة مسكرة مهندس من عامين قال إلي ما تقريش السناثة بشي تلزو يقرر فيه وهي محطوطة لهدم أما جيزت خاطر جايبين قاعد سليمه مرات للأسف حسيت عدم رضاعة لا أعطيك فيها المثال هذا عدنا صارنا في بوحجة وصارنا في برشا مؤسسة يأتي الخبير أو المهندس مفاهم والبيرو ديوتو الذي قاعة إلى السقوط بفعل فاعل بقوة إلهية ومنع الشملين يأتي بعض ربور آخر لا ينجم نستغلها يعني قرار وقرار يعني على كل يعني أخذت الأكسبرتيز هذه الاختبارات الفنية ما نعرفش نحط عليها بواق باش ما نشكوش في الناس الكل نحط عليها بواق الوقتة تستفهم هذا يجب أن تكون مبنية على أساس علمية صحيحة تراعي مصلحة سلامة الإطارات التربوي نعطيك في معهد بوحجلة زادة فيها أشغال مزمنة إلى غير ذلك إن شاء الله هو فيها إن شاء الله يتقدموا في الأيامات الجاية فكالإجراءات والرطيل الإداري حاجة كبيرة ياسر ومتاهيت كبيرة وخبراء إن شاء الله يتقدموا في المحجلة ومعهد بوحجلة لدينا جزء في هذا المحجلة المحجلة منذ سنوات وفي كل مرة يجب أن يخرجوا منه ومشكلة يتقدموا أن هناك بني لوتا والفوق تأتي وبعض الأن لم يكن يجب أن يتقدم المهندس لم يتمكن أن يتقدموا ويأتي ويقوموا بأن تنجم ستا سنوات يكتبا مستقبل عدد الدفن وشرف وين ماشين تلمد 14 قاعة يبدو منهم مخاصرين للتدريس ثم ثمانية قاعة طاية حمل المقاول ومشي ما رجعش بشي يعود يبنيهم تلمد مش يقرؤوا لكل غادي مش يتقسموهم على فضاءات أخرى الفضاءات المحتملة الأخرى شنو فضاء الكريفوك ولا ثم فضاءات يبدو أنها مغلقة وطالبين أنه يتم استغلالها تتبع الجمعية المدنية هكا حسب ربما بعض الطلب هل نتحدث على ابن وشرف باعتبار أن تجبتوه لكن المؤسسات أخرين مش نزيد من هنا نحكو عليهم خاطر عندي التصور كامل عليهم الكل سواء داخل مدينة ولا في المعتندية بالنسبة لإعدادية ابن وشرف هذه عدنا فهم حاضر جلسية تقريب ترجع لألفين وعشرة والفين وحدش أن الأشغال ستنطلقوا يعني سي غدوة تقول أنت المقاول مش يصبح يخدم لكن ذيا ما صارتش صار عنده عميلتين القسط الأول ودي جاء تم تسليمه على أساس مش تتخدم بالأقصاد والقسط الثاني جسد ننتهي من القسط الأول نتعدو للقسط الثاني قسط الثاني جاءت الحكاية وعملوا اتفاقاتهم والكل وعروضهم وماما مصطلحاتهم جاءنا تقريبا في شهر مارس اخر شهر مارس أبريل نحو بدو في الهدم نحو الباب والشباب متاع القاعات اللي يجوا في المدخل الليين قلنا بره نضحوا شوي نضغطوا شوي السنة الدراسية على بواب النهاية مكثرها انتحانات ويعاودوا التنظيم وعاودوا التوزيع وعاودوا كذا من الوقت هذيك نحو شبابك ونحو البابان وخلاها الدنيا مثيبة ونرجع السنة المقاب هاو رجع الجمع الفاتحة وبدأ في الهدم رجع بعد ضغط و... رجع بعد ضغط ما نعرفش حاسبينه مش حاسبينه مش حاسبينه جاء طياح وخلاها زادر ونجي يشهزها خلاها كدس التوهي لحد الآن مازالوا في رفع الارضم متاعها وعلى اساس مش يتم عزل عزلة الحذيرة ذيك إلى غير ذاك الفضاءات والتلامذة إلى غير ذاك عملا هو في الليطاء العاديه يقاري 18 فصل السناف المقترح الولاني من البيراميد الولاني يطلع ويولي 21 قصر يدع القاعات نقصه وانت تزيد الطلع وانا معتونا جزء من الكريفوك يعني المركز الجهوي للتربية المستمر دي جاء قريب له هو وستغلناها قبل في ابن شرف وفي دوم مارس وستغلوا حتى مدرسة ابتدائية وقت الهدم والأسوار وكيف كيف مشروع مدرسة الهداء تم استغلال وفيه فضاءات نعرفها احنا مصلحة المالية القديمة في المندوبية القديمة تم مجموعة من القاعات بلوك كامل ينجموا وستغلوهم قاعات عديدة للأسف من الجمهور التي نأخذوهم لأنه تم الجمعية التي سميتها بعنوان أنها تعاون في المؤسسة الجمعية المدنية التي لديها شراكة مع وزارة تربية الشراكة مع وزارة تربية مستغلة سبع قاعات من الفضاء هذه التي نحن محتاجين وتلمذتنا محتاجين له وتنقول لك وين نهزوهم وتلمذو معنى بطريقة مؤسسة أنت جمعية إذا يسمعوا فيها أخي تحب تعاون برك الله وفيك أما رأي الدولة هي مسؤولة على تحمل النقل المدرسي وتكاليف المدرسة العمومية إذا أنت مشتعاون فيها وعندك شراكة إلى غير ذلك هذا موضوع آخر أما لا تستغل هذه الفضاءات على اعتبار أنها مكتبة هي مخزن لأنه كان دوروا على المربين والمعنيين بالشأن التربية وفي القروين في القطاع وفي القطاع وعمرهم لا يدخلوها وفي شهادة اللي يخدموها لأن الأقبال يكون سفر لأنه لا يترك أنه أخي هزم المكتبات أو لدينا مكتبات عمومية هزم المكتبات الليسيات هزم المكتبات الليسيات وفرج عليك القاعات لكي يتم استغلالها للتكويل المستمر نسمحك قليلا لأن التقنيين لازمنا فاصل ونرجع ما زلنا مواصلين سي شعبين معاك بش نحكي وزيد على مؤسسات أخرى وثم ثم ثمانين قاعد تدريس بش مش تقري سنة بعد الفاصل ونرجع موسيقى تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تتغيركم المتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفاق موسيقى موسيقى مرحبا بكم مجددا في برنامج تحقيقات اللي نخصوه اليوم على المؤسسات التربوية وجهوزيتها للعودة المدرسية معنا ضيفنا سي شعبين الرحماني كاتب عام الفرع الجامعي نقابة التعليم الثانوي بالقايرا سي شعبين كنا نحكيوه على إعدادات ابن الشرف في ذولي يعني مهوش مشكلة كان أشغال ومقاول تأخر ديما كل مؤسسة تربوية فيها ملف كامل فيها برشة تعطيلات فيها برشة تدخلات من جهات مختلفة كان نمشيوه في الحلول ربما الإشكاليات اللي تراوها في كل مؤسسة وشنوه اقتراحكم وتصوركم انتوما كفرع جامعي للتعليم الثاني شكرا مرة أخرى في علاقة بموصلة تحديثي في علاقة بعدادات ابن الشرف في مستوى الهرمة متاعها أنه زادها ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام تبين أنه مستحيل النجم يتعدى وغاديكا مع الحل ثم حل جزئي خذينا زوز أقسام أو زوز فصول يعني قاعات من المدرسة الابتدائية مجاور الأسوار وتقلبوا ولا الباب يحللهم وقد ترمى بجنب بعضهم لكن هذا لا يحلل المشكلة لأنه في ثلاثة أقسام من سعطاش ومن سعطاش وعشرين وعشرين هزوهم لعدادات المنارة أولا أعدادات المنارة ثلاثة أعدادات المنارة وهذا كلام للأولياء أنا قاعدين ندافع على أوليائكم أنه تهز أنت مجردوا من سوريا ومن غانا ومن غانا تهزوا المنارة حتى النقل الأقرب لهم هو غاد ثلاثة أعدادات المنارة لأن الكثافة إذا يضعوا كما ينفذوا أعدادات المنارة لا أعدادات المنارة لا أعدادات المنارة لأنها تتوقفة يوجد مقاعات معزولين لديهم عامين ويقالوا بسقوط على أساس المشروع لا ينطلق وفيه رقم باهي وكذا وقلنا أن الزملاء يصبروا وإلى غير ذلك هذه نفس الإشكاليات نكمل لك ابن شرف أعتقد أن أخر اتفاق تقريب مع المندوبية اليوم في جلسة لإستئناف وحل حالة البلوكاج الذي حدث في الجلسات السابقين أنه أعتقد أن يرجع في شريطة أن نوفرهم فضائت في الكريفات حل تلنبا وحل اللسادة وحل نسكت في بلاسة هذه المخذتها من الجمعية في بلاسة أو أخرين يبدو أن الجمعية ذي مصعبة تتمسس ما بعدهم نشوفوا معها ما هو الحال أما يبدو أن نشيعتهم بالقاعات القنية خلت في مقاعات القنية متع التكوين الدولي للإطار التربوي وكما وين قرأوا تلمنت مدرسة الهداية ووقت المدرسة الهداية ووقت المدرسة الهداية لم تنتصب غادي في المخازن المتاح وفي المخازن الكتب هناك الحديث لأنه على ابن شرف ودمرس كيف تعطل الوضعية ثم كثافات مرتفعة والجداول والشخص تقرير في الجمعة وما بين نصف النهار ثم ضغط معاناة وهم يتحملونها على أساس من فضوح التحديد كيف تدبون حجلة وكيف كانت المشكلة كبيرة في اعدادات الوضعية والسقوط وعلى أساس اصبحت الاتفاق لأنه لم يحصن أنه تلمذت أنه ليس يمشوا للمعهد المعهد عنده فضائيات تتنجم تستواب ليس يمشوا للمعهد المعهد الوستاتية ليس يمشوا للمعهد لكن هذا يرافقه لازم برشة حلول معه في إشكاليات التفضل في الجزائيل الوقت مناسب؟ لا الوقت يضغط ثم تأخير ونحن عبرنا حتى على احتجاجنا على المندوبية الجيهوية لأنها تعطلت برشة لأنها في مستوى الدقة في الأحصائيات التي تقدمها في عدد التلاندة نحن تعطينك المندوبية وبعد مع المديريين والقايمين العامين يعطونا أحصاء واحدة قاعات المغلقة في تقريب معظم المعهد فيها قاعات مغلقة فيها قرار هدم فيها قرار هدم للصيانة إلى غير ذلك أو حتى ثم تلسيات مع مؤسسات جديدة كما نعطي المثال هنا متع معد القرار وشفت الصرفية على أساس لحد الآن هنا سبشرنا خير أنه ثم تدخل المقاولين شبان وما فيش صفقة كبيرة متع هدم متع إصلاحات جزئية ووعدوا أنهم تكونوا قبل العودة المدرسية تكونوا حضر من زادة لخلاف البناءات والتجهيزات وحكيت لدينا برشة مؤسسات في معهد مصطفى الفيلالي ومسكرين المعهد التاريخي للقروين يعني معهد نصر الله اسمه معهد مصطفى الفيلالي معهد حفوز المعهد التاريخي على أساس ليس يسكر فيه تدخل كبير لكن مصر إعدادية العلاي الحبيب فهقاعات مغلقة وفهقاعات تشتغل دون كهرباء ويجرم الكهرباء الخضراء هذه الإعدادية الأحداث التي حلناها عام لول ليعلم الأولية والرأي العام أن إعدادية غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وتخيلوا كيفاش الأساذة ليس ينجموا ويخدموا وليطار التربة كيفاش يقرر الإعلامية كيفاش يقرر التقمية كيفاش يقرر الصياث كيفاش يضبط الموازنات كيفاش يلقى معهد ليس يحضر الجداول التلمذة يعني هذا كله الظو مشتابع الصفقة يقول المشتابع هي مشتابع المندوبية بسروا حتى في معهد عينجلولة إذا تسروا نفس الحكاية مثلا معهد عينجلولة مكتمل الباطل لا تتذكرك الطرح الإصار غاديكا إعدادية الخضرة هذه مشكلة عند المجلس المجلس الولاية يعني ليس خدمات كأحديث ليس عملات وزارة طربي ومجلس الولاية ها يتسلمون يمكن الغلطة نتعال إدارتنا نحنا ووزارتنا نحنا أنه تسلمات وليس حاضر ليس حاضر ليس حاضر ويجرني الأحديث للمؤسسات الأخرى لا يوجد ضو لا يوجد ربط بالكهراب ولا يوجد ربط بشبكات ولمعض الكبير عندنا مؤسسات لا يوجد إنترنت حيث أعضادية تتذكير أعضاد رفاهية لها حق من سنوات لا يخدموا بها حتى ترتوهو لم ترى أنت تسجيل المنظومة ومجلس الانترنت وربط الإرساليات ومراسلات بالإدارة الادارية ولكن الكل هتتم باريماية رقمانة الادارة لكن في مدير بك يقول لي حال الضنية راني نخدم بالضنية متاع التاليفون متاعي هاني نصب شوية ونخدم بيهم عدنا برشة مؤسسة يزيد التأخر في شوف الاستعداد متاع الوزارة ونتحدث على المندوبية فما شي مربوط بمندوبيتنا نحن وشي مربوط بسيفة عامة المديري ونحن يتظهر نتيجة عن النقلة الوطنية وتأكد انه عندنا مؤسسات تربوية لن يكون لها مدير في انطلاق سنة دراسية وفما عندنا مؤسسات عندهم عميرة ومعندهم موديل عددية الكبارة وعددية البناء ما عندهم مديرين ويسيروا فيهم بالتوكير ثم هروب او عزوف عن خطة مدير يعني المسؤوليات المتاعب ويظهر لي إيراق وليك لا تشجع المدير بشي ولي مدير والمدير اللي هو يبقى مدير ونقول له يعطيك الصحة وربي صبرك لأنه ما يوفر له حتى زيروه يعني ما يوفر له حتى أدنى شروط العمل الحل اتصرف اي اتصرف شنو مش يعملو حتى الميزانيات نقصت الميزانيات ميزانيات ضعفت ميزانيات ضعيفة من أصلها وزاد ضعفت حتى فما اتفاق صار مع النقابة العامة منتعنا في نذكرها من 2018 كان نذكرها على اساس ما يزيدوا 20% في الميزانيات يعطيهم الصح زادونا 2% و 2% مع العلم أن جزء كبير سيطول مؤسسات الفاها مبيتات يأكل لنا ديوان الخدمات المدرسية يأكل في المؤسسات التربية يأكل لها في الإطاق الخدمة القايمين الإداريين وياكل لها في الماء وفي الضوء وياكل لها في الميزاني وما في يذهب حد شيء وتلم ذا ما نعشي يأكله ولا هاصله في الديوان المعدة واشي يأكله واشي يطرفه على الأقل عليك موضوع آخر هذا هو نحلو ملف آخر بخصوص الديوان الخدمات المدرسية يعني تصوركم للحلول توا سي شعبين توا شانتي محلول توا العودة المدرسية ما غير ما نحكيه وتوا على المدرس ما فيها شمال مراكبات صحية تصوركم للرؤية من أجل عودة مدرسية أنتم كستاذ التعليم الثانوي ترجعوا نهار 14 يعني شنو تنتظر وتلقاو في المعاهد والأعدادية وليس هناك بعض الصعوبات إن شاء الله نحن نقوله تكون عودة موفقة وإن شاء الله نكونوا نحن جزء في حل وفي توفير حد الأدمى لن نلوجه على الليكس لكي يقرأوا وفي ظروف ومذبين في ظروف أحسن نحن هنا نحن نحاربو عليهم ليس نحن نستطلح ونستعملوا برشا لكن نحن نحن نعركو عليهم برشا لكن حتى الأولياء زاد يتحملوا شوية مسؤوليات أراك ولدك شوفوا وانتي حكا تتخدم لهنا وانتظروا على الأعدادية هناك أعدادية تبني شوف محلولة شوف أعدادية تسموا شوف ودك كيف هناك ظروف من لا يجمعوا نحن نجمعوا ونشعروا نحن نحن نقوم برشا نحن نجمعوا تحركات تحركات جهوية ومقاطعية في مستوى معين من أجل مصلحة التلميين ومن أجل حسن السير الموسطق أعطيني فضاء فيه حد الأدنى لا لم تحدفنا برشا على التجهيزات التجهيزات تحركوا لدخلوا في شعبة التقنية قالوا 18-18. 18-18. كيف ينحسونه؟ ماكس خمسة ستة حواسيته. كيف تقسمهم؟ انت هذنك هذنك هو المفروض كل تنميذ في شعبة صرته نحكي تقنية. هذن عنده البوست متاعه. باش لو سيد ينجم يخدم وصله المعلومة ويعمل الابليكاسيون متاعه. هذا هو ربما انت سي شعبان ابن المؤسسة التربوية العمومية ودافع برش على المؤسسة العمومية. ربما في الختام نحكيه على توصيات البروتوكول الصحي. ما عادش تم برشة حديثة عليه. هل يعني آمنة العودة مدرسية صحيا خطر تم تعميم تلقيح ولو بنسبة كبيرة. يعني كيفاش ترى صحيا ما زالت ما تروح الملف الصحي في العودة مدرسية. كما نتابع في ملفات الفضاءات وغيرها نتابع فيها المسألة الصحية. هو من المفروض أن الإطار كل من المدرسين والإداريين والقايمين والكل والعملة من المفروض لقعه. باش نكون واضحين هذه منه. خاطر رحنا حا نذكر عملنا استثناء للرجال الطريبين من النول. باش ختمنا بها سنة الدراسية البكالوريا والانتحانات. وفي العودة من المفروض حسب ريانة. حسب الأعمار حسب الأيام الوطنية للتلقيح. يعني من الخمسطاش لثمانتاش يعني من الخمسطاش نسناية تقريب سنة أولى ثانوي. مشكلات. تحللهم تلقيح ثمانس كبيرة. تحللهم تلقيح. إن شاء الله هما يزاد يقبلوا على التلقيح. ما يعنيش هذا. أنه عندنا في مؤسسات أخرى وصرتوه في الإعدادي وفي الإعدادي بمستواه يعني الابتدائي والإعدادي العديد. وأنه تتوفر زادة شروط متاع تلقيح. للنس الكل. للنس الكل. لأنه معناش حل غير أنوا اللقحوا. إن شاء الله في الجرعة الثانية هذية اللي في من هنا لأكتوبر يرتفع ترتفع نسبة اللي تلقوا زوزة اللقيح. الإطار التربوي أنا نقول ما عندوش علش ملقحش. الإطار الكل. التلامذة مدعوين سيرتول اللي يتوفر فيهم الشرط العمري باش باش يلقحوا. ولبقين نتعاملوا معهم في البروتوكول. ثم موجات جاية جديدة. ثم موجة الجين الجديدة دي اسمه مو. مو هذا خطير جدا يعني في الانتشار وفي يعني في الافتراس. يعني مشكلة كبيرة. هذا هو شكرا لك سي شعبين رحميني كتب عامل فرع الجيمعي نقبة التعليم الثانوي بالقيروين. شرفتنا على مواجه الحياة الفهم. إن شاء الله عودة مدرسية بأقل ربما التعطيلات. ويكون ثم تعاون وتضافر جهود بين مختلف الأطراف التربوية والإدارية. شكرا لك. مشهور على استضافة ولكن دي ما لحتيف في المسألة التربوية وفي فضائتها وفي بعض فيه بارش حديث إلى جانب حقوق لاساذها وحقوق تليم ذا وحقوق إن الزملين النواب اللي هذا قطاع راهم موجود معنا. وراهم مظلومين ظلم كبير إن شاء الله تتحل المشكلة في أقل. هذا هو شكرا لك إن شاء الله بش نتابعوا ملف العودة المدرسية وملفات التربوية في قادم الحلقات قادم الأيام في مختلف برامجنا على الحياة الفهم. شكرا زمينتنا أمنا بوخيت في الأخراج التقنية محمود ترودي في الديجيتال نتقابله إن شاء الله في حلقة جديدة من تحقيقات الجمعة جاي إن شاء الله. إلى اللقاء.